موسيقى موسيقى بشاهداء الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث حول مصر الكنانة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحل الواقدة من لساني يفقه قولي بشاهداء الكرام في حلقتنا اليوم وفي هذا البرنامج عموما والذي خصصناه لما دار من ثورة في مصر الحبيبة تدور أحداث هذه الحلقة ويكون موضوع هذه الحلقة حول بعض الأصوات التي خرجت لتنادي بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري والذي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع خرجت بعض الأصوات علينا أثناء الثورة وما بعد المكاسب التي حصلت على تلك الثورة تنادي بهذه المسألة على استحياء نعرف حقيقة هذه المسألة وحقيقة الثورة المصرية وما جرى بها وما ضار فيها وماذا يترتب من مكاسب حول هذه الثورة ويصنع أن يكون ضيفا كريما عزيزا علينا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الدعية الإسلامية الكبيرة نرحب بك فضل الدكتور أهلا مرحبا أهلا مرحبا أبدأ مباشرة حتى ننضيع الوقت ونحرم مشاهدين الكرام من عالم مثلك مرت مصر في الأيام الماضية بأيام عصيبة كلنا قد شهدنا ما حدث بها كيف كان أثر هذه الأيام عليك شخصيا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد عبد الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة أن هذه الأيام لم تمر بنا قط في تاريخ عمرنا نعم وأظن أن مثل هذه الثورة ليست في التاريخ المعاصر ولا في القديم من أيام الفراعنة غير متبوقة لم يحدث مثل ذلك نعم طبيعة الشعب المصري غريب جدا لأي متأمل أو لأي حاسب أنه يحدث منه ذلك لكن الإنسان تلفت نظره وشارة قدرة الله عز وجل على تقليب القلوب نعم زال منها الخوف حل القوف في قلوب الآخرين الذين كانوا يتربصون بكل من يعني يخالف في شيء ما الأمر يتغير بقدرة الله عز وجل الله عز وجل مقلب القلوب الإنسان بتفكر كثيرا أحداث رأيتها طبعا بلا شك إنسان شعر كم هي عظيمة نعمة الأمن نعم عندما غابت الشرطة مرة فجأة الشارع أصبح فيه خطورة مع خروج كثير من المجرمين من السجون حطوصوا الأعمال بلطاجة في بعض الأماكن لا شك كان هناك مبلغة في كثير من الإشاعات لكن الحقيقة إن نعمة الأمن نعمة عظيمة جدا قد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يعاقب أمما بنزع نعمة الأمن منها ضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقاه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون شبح الجوع كان أيضا مطل أنا كنت في قلق شديد جدا وما زلت في الحقيقة في قلق على مستقبل البلاد لأن هذه البلاد بلدي وأهلها أهلي ولذلك الإنسان بيخشى أن تزداد أو تستمر طريقة فوضى يعني تدمير لاقتصاد البلاد إنسان يخاف أن تتحول أيضا نعمة الكفاية المولودة حتى لأدنى الطبقات بدرجة ما إلى خطر الخوف والجوع الحقيقة أثر علي ذلك أيضا في تأملي كيف تتبدل الدنيا الله عز وجل يدول الأيام بين النس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في الحقيقة أمر تبدل الأحوال بالسرعة العجيبة جدا التي وقعت يجعل يسان يتوقف يرى أن الدنيا لا تدوم لأحد الدنيا قليل وفاؤها كثير جفاؤها شركاؤها هم أسوأ أنواع الشركاء الإنسان لا يجعل الدنيا فوق رأسه يجعلها نعلا في رجليه وإلا ربما تذيقه ألوان الهوان في آخر العمر نسأل الله العافية والإنسان في الحقيقة يشفق على كل من أصابته المصائب أنا شفقة أرجو أن تكون من الدنس شفقة إبراهيم عليه السلام على يعني ومجادلتها عن قوم الوط لأن الله عزيزي الله قال فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم الوط ثم أتفكر أيضا في مواقف يوم القيامة لأن ما حدث يشبه مصورة مصغرة لما يكون يوم القيامة إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا خطر عظيم جدا خطر عظيم جدا إنسان يجد كل ما يملك قد ضاع منه مرة واحدة خطر ما أن أتباعوا أصبحوا أعداء له من كان يطيعه صار ممن يعني يقدح فيه وممن يعني يسع في أذاه خطر كبير جدا طيب ثلث دكتور هذا أثر شخصي عليك نعم وقد قيل أن الأمن هو الأطلق هذه هؤلاء البلطاجية وسحب الأمن وشرطة من الشارع كي يقايد النظام ما بين الأمن وما بين بقائه شخصيا لكن نعود إلى دور الدعوة السلفية في هذه الأيام العصيرة الحقيقة مباشرة في النفس الليلة التي غاب فيها الأمن نعم اتفقنا مع جميع الإخوة وكان صدر أول بيان من بيانات الدعوة بسرعة محاولة تأمين الجبهة الداخلية بكل ما يمكن بمعنى تأمين ممتلكات الناس مسلمهم وغير مسلمهم وممتلك أروحهم أن تحصل فيه اللجان الشعبية اللجان الشعبية دي كان بدايتها بفضل الله سبحانه وتعالى في الإسكندرية عندنا بيان رقم واحد من الدعوة السلفية لجبيع أبنائها بأن هما يقوموا بهذا الدور في كل أحياء إسكندرية وأيضا نشرنا هذا الكلام في كل محافظات فيها إخوة تلزيمونا بالدعوة السلفية وبفعل تم ذلك وتم بفضل الله عز وجل أعمال من الخير كثيرة كان أبسطها أن ربما أخ واحد فقط اللصوص كانوا عايزين يقتحموا أحد البنوك فقال لهم لا ابعدوا عن البنك ده بمجرد إشارة بس طب حاضر أم الشيخ وانصرفوا بعض اللصوص أيضا بعد اختحام حي المنتزى وتدميره بالكامل طول الليل قاعدين صهرانين يكسروا الخزنة خزنة فيها كل رواتب الموظفين رحان الله فيها نحو نصف مليون جنيه وعلى بعد الفجر كنا قلنا لإخوة لازم تدوروا على أي حاجة وتنصحوا الناس ومش بالعنف والقوة ابتداءا لابد أن ننصحهم بأن ده أمر مهر خزنة خزنتين كانوا خزنة صغيرة كان فيه متين واحدة هتقتلوا عليها أول ما شافوا أحد الإخوة قالوا ادوها للأخ فلين وصلوها للشيخ ياسر في المسجن وحطناها في مكان آمن نقاط ما قلنا بتستسلمها للجيش لما بعدت دخلت قوات الجيش الخزنة الكبيرة بقى دي كانت خزنة هائلة جدا ولا عشر أفراد يحتستطيعوا وتحركها فقط مش حملها وهم ظلوا طول الليل يكسروا فيها وطلعوها من الجدار وبعدين بمجرد ما شافوا الإخوة الصبح بعده هم طرعين من صلاة الصبح وقالوا لهم إيه اللي بتعملوه طب حاضر حنسيبها عم الشيخ سابوها والإخوة جابوا عربية كيف يستطيع أن يأخذ حتى لو كان مال عام مال دولة العكس ده مال العام ده المال العام ده أخطر إن ربنا قال ومن يغلو ليأتي بغل يوم القيامة ده حق الملايين دول كلهم المحق فيه وحفظنا على الخزنة دي والله يا مال واحد كده فضلت الشيخ ياسر يعني أنت عارف وممكن بعد كده تراجع نفسك تروح تدهوله إنما الملايين دي هتدرعين فيها فبفضل الله اسمنا تعالى عدنا ثلاث تيام على بالما جات قوة من الشرطة العسكرية وخمنا بتسليمها لها في قيادة المنطقة العسكرية الشمارية والكلام ده تكرر بقى في ذلك يعني المجرمين كانوا في إيدي بعضه يعني أو بعض الناس هم الحمد لله أظن سلوكم تغير كتير جدا بعد شعورهم بالمحنة كان في إيديهم أسلحة وكانا لكي الأخوة كانوا بيجمعوا هذه ويسر لموها للجيش لأن الكلام ده خطر كبير جدا فهذا العمل أنا شفت بعد نهب مؤسسات صحية بجوار قسم الرمل تاني ومؤسسات بتاعة الدولة كتيرة جدا شفت كمية المسروقات شارع عرضه حوالي عشرة متر المسروقات الإخوة عملوا حملات للتوعية بالتوبة إن أي حد خد هذه الأموال حرام علي أخدها الله ويأتوب إلى الله عز وجل ويرجحها أنا شفت روح تشفت البتاع شارع كامل مليان نصه مسروقات تلاجات وغسلات ومكاتب وأبواب وشبابيك وكمية هائلة حصل إلا في جامعة الدول العربية مصر أسوال الحرة بالتلاجات والغسلات بس اللي حصل بفضل الله أسمعنا تعالى الإخوة فضلوا حرسنها ولسه حرسنها لغاية دلوقتي لأن لسه في جهات لم تستطع تسلم كمية المسروقات الكبيرة جدا إلى الآن عادنا بعد والإخوة بيعملوا علينا وقتشيات 24 ساعة حراسة والناس بتجيب أكتر وده كان دور بلا شك دور عظيم جدا دور تاني مهم جدا أحب أن نبيه لنا إحنا محتاجينه فعلا الأسعار غليد جدا الطماطم مصل التمانية جنيه وبعدين الإخوة قالوا لا إحنا لازم نجيب البضاعة الخضار والفكهة ونعمل مراكز لبيعه جابوها من الغيطان مش من الوكالة من المنبع من المنبع نفسنا وجابوها وبدأوا يبيعه وقلنا كل واحد ياخد كفايته فقط ليوم واحد ده تتكلموا عن مدينة كاملة لا مش طبعا مش أقدر أغطي كام مليون بس إحنا عملنا مراكز مختلفة كنا بنقول للإخوة في مركز مثلا جنب المكان الفلاني فيه أربع بيبيعهم خضار وصلت الطماطم لجنيه ثم 75 قرش أظن الأمر ده كان يعني طوابير من الناس وكان له أثر كبير جدا أكبر من الكلام اللي بنتكلمه وأكبر من الخطب والدروس بالضبط بالإضافة للدور الدعوي وهو أن إحنا فعلا لازم نتقل الله سبحانه وتعالى لازم نحافظ على المال العام لازم نحافظ على المال الخاص أموالنا وأموال غير المسلمين كذلك يعني عشان محدش يقول ده السلفين دول مثلا عايزين يقتلوا الناس لا بالعكس ده إحنا قلنا هنحمي أرواح وممتلكات الأقباط نترك أنهما هما قالوا لو الدكتور ياسر قال يفتحوا دكاكينكم يبقى إحنا هنتطمن ونفتح الدكاكين وده اللي حصل الله يعني صورة جميلة يعني محتاجة يعني محتاجة تتصور كده وتتعمل متصور على موقع أنا السلفي حاجات بالمنظر ده فضيل الدكتور لإخوة في العمرية هما اللي حاموا مستشفى العمرية ومن الهجوم اللي كان يراد بها لذلك المستشفى عاملة شهادة تقدير لإخوة في العمرية لإخوة السلفيين لأنهما اللي حاموا المستشفى وكلام ده على كافة المستشفى هو ده دور المسلم فعل وده دور عظيم جدا أن يريده إماما فعال لا إماما قوال بلا شك يعني محاولة تعديد إحنا وجودنا في المظاهرات كان ممكن يعمل إجهاض لها في الحقيقة لو صبغت بصبغة ملتحين كلهم ما أظنش أن العالم كان حيقف وقفة شديدة جدا أن يقول لابد من استجابة أنا عايز أقول المؤتمر السلفي اللي عملته في السكندرية أكد وباقي الإخوة على ضرورة عدم المسائز بالمدة التانية من الدستور إيه لي يعني الحقيقة أن الظاهرات قامت والثورة قامت لرفع الظلم ما فيش ولا واحد من المتظاهرين دول كان عنده مشكلة في المدة التانية وأن الدين الدولة الرسمي هو الإسلام ولا واحد من دول يجي بعد كده بعض المتسلقين يقول عايزين نعمل تعديل أول حاجة عديلها عدي المدة التانية بالحقيقة غير المسلمين عايشين في ظل المدة التانية المدة التانية دي المدة التانية دي بتنص على أن الدين الدولة الرسمي هو الإسلام القضية دي وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع الموضوع ده مر بمراحل عبر دستير مصر من 23؟ 23 في الحقيقة كان دستور خلى تماما من مصدر التشريع ما بيتكلمش على الشريعة ولا على أي حاجة ولا يخاطب المشرع بأنه يستخل أحكام منين يعتماد على أنه القانون الفرنسي هو مصدر التشريع جي القانون يفسر قال أن مصادر التشريع الدستور ثم القانون ثم العرف فإن لم يجد القاضي فيمكنه أن يحكم الشريع الإسلامية ده كان أسوأ دستور بالأشك اللي البعض بيناديه للوقتي عاودته ما سؤال يعني فعلا في نجاح مطالبات بتعاون شيء غريب جدا دستور 23 هو اللي بيقول بالوراثة لأنه بيقول أمرنا نحن ملك مصر التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا ترضى بيها عايز يصيغ بس ده أمر مش ممكن دستور 71 قال أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع دي تساوي مصدر رئيسي أنه في مصدر رئيسية أخرى يعني كأنه بيقول الحكم لله ولغيره يعني أنت عزينا المصدر الوحيد احنا بنقول في الحقيقة معلش هي هو النص الحالي أصبح اقرأت هذا كثيرا لا أقول لحدتك النص الحالي المصدر الرئيسي بالألف واللام اللي هو تعديل 81 تعديل سنة 80 التعديل ده المحكمة الدستورية لعليا فسرته بحكم صريح وواضح بأن معناه أن أي مصدر آخر يعد فرعيا لا يمكن أن يخالف المصدر الرئيسي وبالتالي يعد باطلا باقي أن المادة دي تفعل باقي أن المادة دي ترى يؤمر المجلس التشريعي أو المجلس اللي بسن القوانين بأنه هو المجلس الشعب بأن يراجع التشريعات المخالفة لأن روح الدستور لابد أن تكون واحدة الدستور معبر عن روح الأمة عن إرادة الأمة عن عقيدة الأمة ده أعلى من الدستور في الحقيقة اللي هو المبادئ العامة للدستور المبادئ العليا للدستور نعم اللي بيستقي منها إرادة الأمة دي بيعبر عن إيه الأمة دي 95% منها غالبيتها بأي نسبة كانت من أهل الإسلام يعتقدون قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله مش الحكم لله ولغيره لا الحكم لله وحده نعم التفسير بتاع المحكمة الدستورية العليا لهذه المادة إن الأصل لا يجوز مخالفته من الفرق وبالتالي أي قانون يخالف المادة يخالف الشرع الإسلامي يعد باطلا فضيل الدكتور يمكن أنت أستاذنا في هذا لما تقال مصدر الرئيسي غير لما تقال مصدر رئيسي صحيح لأن الألف واللم يبقى حصرا خلتها إن الحكم إلا لله زي مثلا أنا بقول مذيع أخبار في التلفزيون المصري غير لما أقول مذيع الأخبار يعني أنا المذيع الوحيد للأخبار في التلفزيون المصري دستورة 23 يساوي الحكم لغير الله إلا عند الضرورة وبالتالي مش ممكن نقبل هذا ولا الشعب يقبل ولا الجيش ولا الأزهر أنا فرحت جدا جدا وساعدت جدا ببيان الأزهر العظيم الذي يؤكد على إن الشارع الإسلامية لا يمكن مساس بيها وإن هي الضمان الحقيقي والوحيد لغير المسلمين طيب عايزة أقول إيه الدولة المدنية ورأيك فيها وما تردد مؤخرة التقسيمات دي في الحقيقة بعض كتير من الناس بيظنوا إن الدولة المدنية ضد العسكرية ومش ده المفهوم الدولة المدنية ده استراح نشأ في مواجهة الدولة الدينية في العصول الوسطى في أوروبا العصول الوسطى في أوروبا كان بتشهد تسلط كنسي من الكنيسة الأوروبية كنسي في أوروبا عنيف جدا وقف أصاد العلم كان بيحرق من يخالف جليليو جليليو خد حكم بالحرق لغاية ما تاب من أنه يقول أن الأرض كروية أو أن الأرض تدور حول الشمس وعشان اخترع المنظر وعشان اخترع كل الحاجات دي أبار عن هرطقة لأنه خارج دين الكنيسة أو خارج علم الكنيسة أيه بالضبط الكنيسة في ذلك الوقت كانت في حالة بتعمل سجو غفران بتبيع الجنة وتبيع النار وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء لغاية ما الناس انفجرت في النهاية يبقى كانت في الحقيقة الطغيان ده كان يتصدم مع العلم ويتصدم مع العدل ويتصدم مع حق الناس في حياة كريمة مش مملكين هم ده هم كما وصف الله عز الله اتخذوا أحبارهم وربناهم أربابا من دون الله والمسيح العالم فإلا حصل أن انفجر الناس في الثورة الفرنسية كانت بداية الانفجار ثم تتبعت كل أوروبا عليها فقالوا لا احنا هنعزل الدين ده تماما عن الحياة في الكنيسة بس عن الحياة واللي عايز يروح يروح واللي مش عايز يروح ما يروحش وكلهم تركوه في النهاية وإلا أوروبا النهاردة عامتها لا دينية مجرد المناسبات فقط هي اللي لها تعلق بالديانة لكن كل مبادئ مهل هجم ihrenش دعوا به في التشريع قالوا لا نرفض ذلك وفي السلطة التنفيذية قالوا الممنوع الدكتاتورية احنا في الحقيقة انهم قالوا ديانة مدنية وديمقراطية مدنية يعني لا دينية لا دخل لها بالدين احنا ما عندناش الأمر ده في الإسلام والتالي التقسيم ده مش صحيح في الدولة الإسلامية في النظام الإسلامي النظام الإسلامي لا يندرج لا تحت الدولة المدنية ولا تحت الدولة الدينية باستراح أوروبا لنسترح أوروبا معناها أن الحاكم له سلطان إلهي ممثل الإله في الأرض رب كلامه كلام الإله تحريمه تحريم الإله نهي نهي الإله كل حاجة هو الإله معصوم لا يرد له كلام ممكن يطرد الإنسان من الرحمة ممكن يدخله الرحمة ممكن يدخله الجنة ممكن يدخله النار وقال عياذه بالله كلام ده فين في الإسلام إسلام ما فيه كلام ده الإسلام فيه أن الحاكم وكيل عن الأمة فيه إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين إقامة الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحساب وسياسة الدنيا بالدين اللي هي إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية التي تتناسب مع الواقع فلد الكفاية اللي عشان تنشي أفراد مسلمين في نظام التعليم والإعلام الحسبة القضاء الحرب والسلم النظام الاقتصادي النظام الاجتماعي نظام التكافل أنظمة متكملة بتتبنها الدولة المسلمة والحاكم فرد كسائل الأفراد الأمة هي اللي تعينه وده في الإسلام هنجيله بس في خطابكم فضيل الدكتور ياسر دائما تحدثون عن الديمقراطية وأنتم غير راضين عن هذا المشام ما ليه في الحقيقة الديمقراطية نظام نشأ في ضد الدكتاتورية فزي ما قلت برضو الإسلام ليس داخلا تحت هذه التقسيمات الإسلام فيه محاسن عظيمة جدا فيه علاقة الأمة بالحاكم زي ما قلنا الأمة هي التي تعين الحاكم من خلال أهل الحل والعقد الأمة هي صاحبة حق في عزله أيضا الأمة بتسائله أفراد الأمة وأحدها كلهم إذا أخطأ الحاكم من حقهم يصحح له حديث أبي سعيد الخدرية حديث واضح جدا وجميل جدا مروان كان خطب بدأ خطبة قبل الصلاة فقام له رجل أبو سعيد الخدرية كان ماشي معه حاول أنه يمنعه فتخلص منه خطب في العيد قبل الصلاة فقال رجل الصلاة قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك خلاص بطلنا الموضوع ده فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرى فليغيره بيدي فإلا ما استطع فبلساني فإلا ما استطع فبقلبي طبق الحديث على مين؟ على الحاكم إن الراجل اللي ينكر على الحاكم ده أدى ما عليه ده علينا مش لينا بس كمان ده أمر علينا أن احنا نعمله الحاكم ده في الدولة الإسلامية إذا ارتكب أي جريمة يعاقب عليه وذا كان بيطم تطبيقه في الصحيحين حديث شرب الوليد للخمر وعثمار بن عفان رضي الله عنه جاء شاهد شاهد أنه هو شرب الخمر كان بيصلي بيهم قال لهم صلي بيك أربعة وهو خموز أكران واحد تاني شاهد نبي تقيقه فقال يا علي قم فاجلده فقال علي لحسن بن علي قم فاجلده فقال ولي حراما تقول قراء قال له قم يا عبدالله بن جعفر فاجلده قاعد يجلده أربعين وهذا أمير زي دلوقتي رئيس دولة في الحقيقة لأن الدولة الإسلامية فعند وعثمار كات مصر عبارة عن ولاية من ضمن الولايات فده النظام ده الحاكم ليس له سلطات مطلقة في الإسلام محاسن النظام الإسلامي خادتها الديمقراطية وزودت معها مصيبة عظمة لو جينا الكلمة الديمقراطية حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب أما الحكم الإسلامي إين الحكم وإن لا لله صحيح ما نقول للديمقراطية خادت محاسن النظام الإسلامي وحطت عليه حتى تانية وهي أن التشريع حق للبشر عشان كده بنرفض مصرحة ديمقراطية على بعضها إحنا مش معناه أن نرفض المحاسن الموجودة دي محاسننا إحنا أن الأمة تسأل الإمام تحاسبه تراقبه يمكن أن تعزيله كما ذكرنا هي اللي بتعينه فرد من الأفراد هو وكيل للأمة مش أنه هو سلطان إلهي وبالتالي فالحقيقة أن النظام الديمقراطي الغربي في جزء غير محتمل عندنا وهو أن الأمة إن هي مصدر السلطة التشريعية لا إحنا أقول مصدر السلطة التشريعية الوحي القرآن الوحي المنزل قال الله قال رسوله أجمع أهل العلم أما السلطة التنفيذية مؤمورة بأنها تنفذ هذه الأوامر الإلهية تتحاضك داخل هذا الوحي الإلهي بالضبط وليس أن من حقهم أنهم يغاروا للأسف الشديد أن المستوردين من نظام الديمقراطي ده بيمتحنوا الإسلاميين في هذه المسألة الخطيرة يعني لو كانت صناديق الاقتراع ستلغي التشريع الإسلامي والشعب الإسلامي هتقبلوا وما تقبلوش يقوم بعضهم يقولوا نحن نقبل لا إحنا نقول لا ده مستحيل أولا الشعب عمره ما هيقبل ذلك طب عزين نقول رؤية فضلتك دكتور ياسر للدولة الدينية اللي هي مرفوضة الدولة الدينية المرفوضة ومرفوضة مننا أن يكون الحاكم له حق إلهي معناه أنه بيحكم باسم الإله لا أما الدولة الدينية يعني دولة تقوم من أجل إقامة الدين الإسلامي وأنظمة الحال الإسلامية واساس الدونة الدين ده واجب أن يكون بلا شك وده بنقول المادة التانية بتعبر عنه وإن لم تطبق بعد بالدرجة الصحيحة أو الكاملة لكن بيقول أمل للمستقبل نعم الأجيال القادمة تطبق المادة دي بدل ما أرغم رئيس الدولة لو تغدرت المادة دي سيكون في خطر إيه لو تحطت إلى مصدر رئيسي للتشريع مصدر رئيسي زي ما قلنا تساوي إيه الحكم لله ولغيره فيه جزء لله وجزء الغيره لما يجي يحلف رئيس الدولة على احترام الدستور ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وضباط الجيش وضباط الشرطة وعضاء مجلس الشعب وعضاء مجلس الشعب كل دولة هتقسموا على إيه على كتاب اللي لا بيقسموا على احترام الدستور ما بيقسموا بالدن أنا دلوقتي هل أقبل هذه المسألة وأقول حاجة بسيطة يعني اللي فلان فرقت لا ده مش ممكن كل ناس دي حتى حتقسم على احترام أن الحكم لله ولغيره لا ما نقبلش ده مسألة خطيرة والله دكتور جدا اللي بيقولوا التعديل مش مهم وانتو عايزين إيه مش انتو عايزين حرية وخلاص مش عايزين تدعونا الله وخلاص ما هتحقق لكو كده هي الجماهير دي قامت والثورة قامت عشان تعدل المادة التانية تخيل في عادل أو منصف يقول ان الجماهير دي والشباب ده خرج لانه متضايق من المادة التانية تب نعمل استفتاء لا نتجل واحدا يقول هذا المشكلة في الاستفتاء انه بيتعرض الدستور على بعضه وبالتالي فحنا هنجد مضطرين ان احنا ندعو الشعب كله انه يرفض الدستور على بعضه هنخش في دائرة مفرغة اذا المادة دي اتغير فيها شيء والتالي وهنبذل كل جهد ممكن لايقاف هذا التعديل الحمد لله قبل تنحي الرئيس كان قال ان هو بيقعد مواد محددة بس لغيرها اللي هي فعلا في الحقيقة كانت متفصلة بطريقة معينة تأمل حاجة عقدة في المنشار للتوريس تمنع ان سلطات كلها محطوطة في الحزب الحاكم وهو الحزب الحاكم اللي عمل انتخابات بالطريقة المعروفة قدت الى هذا الانهيار الانفجار طب انا عايز اوصل الصفات او واجبات الحاكم المسلم والصفات الذي ينبغي ان يتحل به واستكلامنا واضحنا نقولنا اه نحن عايزة كابسولة على اساس ايه واجباته اتنين اقامة الدين ايه الدين ده الاسلام الامان الاحسان اللي رسول الله سبحانه قال عليه اتاكم جبيل جاء يعلمكم ايه دينكم يعني عايز يقيم الاسلام يعني يدعو الى شهادة لا اله لنحن رسول الله والناس بغير اكره من غير اكره ما فيش اكره في الاسلام لا اكره في الدين احنا بنغلبش حد للدخول في الاسلام لكن بنفس الوقت نحافظ على هوية الأمة يقيم الصلاة في الناس يدعوهم إلى قامة الصلاة لا بد من إيطاء الزكاة الناس يجبع منها الزكاة لأن ده النظام الاجتماعي في الإسلام ونظام الاقتصادي قائم على ذلك تيسير الأمر بالصيام ومانع الناس من المجهرة بالفطري في رمضان وإن الله لا زعب السلطان ما لا زعب القرآن تيسير الحج والعمر إقامة الحلال والحرام في كل مناحي الحياة إن أنا عايز أوفر للناس كسب كريم في البيع والشرة والإيجارة والمشاركة والمضربة والزواج والطلاق الحاجات دي كلها تبقى مسبوغة بالحلال وتجنب الحرام تقسيم المواريث ده وظيفة أنه يقيم الإسلام يقيم الإيمان يدعو إلى التوحيد يدعو بيخال الناس تدخل في الإيمان إيمان بالله والملائكة والكتب والرسول اليوم الآخر والقضاء الخيرش تبقى قضايا هي القضايا المطلوبة أننا نقولها للناس مش أننا أعلم الناس مثلا على سبيل المثال أنواع الفنون وأنواع الفلسفات وأنواع آلهة اليونان القديمة أدخلهم كما يقال بالعمية في حرات سد يعني أنا أعايز أعرف الناس اللي ما يعرفوش يصلوا ويصوموا من طلاب الجامعات ولا يعرفوا ممكن يعرف بعضهم لا يحسن أن يقرأ القرآن ويدرسهم على سبيل المثال أنواع آلهة اليونان والرومان والإله الفلاني كان بتاعك وإله الفلاني كان بتاعك لا ده ده بسيطة ده نتحفظها لكن ده فيه آلهة عجيبة وقصص عجيبة وأساطير طب أنا عايز أعلم الأمة كل هذا الكلام أو يطفل عليهم الشيعة بمنطقهم وفلسفاتهم والخطر اللي جاي إلى أغباط الدين الخطر اللي جاي ما هو لو الناس ما تعلمتش العقيدة في الصحابة وقال البيت وأن بينهم مقام لا خصام الحقيقة أن الصحابة وقال البيت جناحين لهذا الطائر وهم كلهم ليس بينهم عداء الوقت يدهمني وكلامكم غير مقتوع حفظ الدكتور ياسر كيف تتم الحاكم بيتم رقابته شعبيا كيف تتم محاكمته ومراقبته أنا ضربت أمثلا من التاريخ القديم في التاريخ الحديث في نوع من ذلك في الدولة السعودية لما الملك سعود أدى بالبلاد إلى انهيار شديد جدا جا اجتمع العلماء مع أهل الرأي من أصحاب الوجوه من العائلة الحاكمة وقرروا الشيء محمد ابن رهيم قال يا سعود احنا عزلناك وعيننا فيصل ده أمر وارد جدا يكون فيه بلا شك المتاح حاليا فيه العلماء والأمراء يكون هناك فيه وقام وقام بينهم مش أن العلماء يكونوا تابعا للأمراء يعني مجتمعين على كتاب الله بالضبط والعلماء يكونوا هم الذين يحكمون على غيرهم مش بالقهر لكن بالعلم وأنهما لهم سلطة أدبية وليس أن الأمراء هم اللي بيتحكموا في العلماء دي تقاطير جدا أصحاب السياسة الشرعية كما يقال الضبط كده الاتنين دول هم أصحاب الرقاب على الحكومة وبالفعل في المملكة يعني لا يتحركون إلا بعد الرجوع للمفسد يا رب يأسر ذلك يا رب طيب هل يوجد في الإسلام عزل للحاكم بلا شك نفيه إذا كما ذكرت الأمة هي التي تقيمه وهي التي تعزيله كذلك إيه الأسباب بقى يعني يعزل إمتى الإمام الجواني بقول إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل على العقد التواطؤ على خلاهي والمسأل سعود ده مثال الإمام الجواني قبل كده بكتير حصل في عهود المماليك كتير جدا وحصل في عهود أيضا في الدولة العباسية في أمثلة كثيرة في التاريخ في ذلك فبنقول لهذا السلطان العلماء العزل والسلام باع المماليك السلطين وكانوا سلطين وكانوا سلطين وأصر وقالوا حاضر احنا اتباع وتحط الفلوس لقيتهم في باية المال عشان يبقوا أحرار علشان شرط الحرية من شلوط الإمام طب فضل التكتور طالبتم في مؤتمركم السلفي يعني بدرورة إصلاح المؤسسة الأمنية ما هي رأياتكم لهذا الإصلاح؟ بالتأكيد ومواطن الخلل كمان بالتأكيد أن فيه خلل خطير جدا حصل أولا الشرطة لابد من وجودها ولها دور كبير جدا لابد أن تقوم به ولابد أن يعلم أفرادها أن وجودهم فيها لأجل خدمة الناس فعلا ولأجل حفظ أمنهم ولأجل تيسير حياتهم بطريقة صحيحة وليس أنها فرصة لأخذ المكاسب بينهم ولإذلالهم وانتهاك أدميتهم لا هو ده ترانكم عهد 30 سنة يعني كابتل الخليات أمن دولة ومش أمن دولة احنا أقول لحظتك احنا قلنا في البيان رقم 3 بتاعنا أن احنا نرفض التعميم الظالم مش كل أفراد الشرطة كذلك أنا أعرف شخصيا عايز أقول إخوة أفاضل من ضباط الشرطة والعملين فيها ولكن هذا هم على قلق عظيم جدا وفعلا بيحب يخدموا الناس أنا بقول الكلام ده مش مجاملة لحد وإلا فالأمر الآن ليس مجاملة كثير جدا بيبقوا فترة شماتة ولكن أنا لا أحب الشماتة ولا أريد الشماتة أبدا ولكن فعلا بيقول ما فيش تعنيم ظالم بس فيه قطاع ريد لابد من أن يتأهل من جديد نعم نفسي يعني يكون حاجة حاسمة أن اللي يدخل كلية الشرطة مش برشاوي بتدفع بال30 و40 ألف عشان يدخل الكلية علشان هو يارف يحصل بعد كده بوسائل غير شرعية أكثر من ذلك نقول لا لابد من إعداد صحيح لكل المتعاملين في الشرطة ببتداء من المجنة حتى أكبر الضباط نعم وتأهيل الموجودين واخترى العناصر ذات الأمانة والكفاءة لتتولى المناصب ذات التأثير وتتعامل مع الجمهور يجب أن يموط انفساد أنتم شايفينها لازم تعالى لك بالتأكيد لابد وهم أكيد هم عارفين كده كمان طيب المؤسسة الإعلامية كان لكم رأي فيها سواء كانت قنوات حكومية أو خاصة آه أما القنوات الحكومية فكتت ماشية بعقلية العهود اللي من 40 سنة تقريبا والصحافة كمان والصحافة الصحافة الكبر للأسف ماشية بنفس الأسلوب العجيب الذي لا يحترم معلومة أنه وجدنا أباءنا على أمة وللأسف المداهنة الشديدة للنظام القائم مش بحولة نقد وإصلاح ما كانوش مستدئين عشان الامتيازات اللي كانوا حاصلين عليها صاحة الكبرتور أنه ممكن يمشي مستحيل وكان حد يتخيل يا لما تلاقي مثلا بتاع الأهرام بيأخذ له 2-3 مليون في الشهر ومش عارف مين بيأخذ كان ملكا ذا أوتاد سبحان الله كان ملكا ذا أوتاد ولكن هزه أمر الله سبحانه وتعالى لكن اللحظة المؤسسة الإعلامية بالتأكيد الداخلية فقد الثقة والمصدقية تماما الأهرام بعت اعتذار النهاردة والأخبار يعني إحنا بنعتزل لجماهير الشعب المصري وليه؟ لابد أن اللعاء اللي قاموا ملكام ده يتعرحوا هم كمان نعم وكذلك المجلات التي أفسدت إفسادا كبيرا تجديد الدماء طبعا بلا شك وكيد في شرفاء كتير جدا في الصحافة وفي الإعلام والقنوات الفضائية الأخرى كثير جدا منها كان يعني دائما يضخم كل شيء يضخم أنواع كثيرة جدا الأحداث قال لك أن تبقى قدامي نعم وعرف إيه اللي وقع فيها أبوث لاي القنوات الإخبارية بتنشر كلم تاني خالص قالوا انفجار بمصنع أبو قيل الأسميدة وتصعود الأبخرة السامة واتصلت بالإخوة هناك اللي جنب المصنع إيه اللي حصل قالوا ده في بتاع حريقة وصغيرة واللعت في مصنع أدوية قديم جنب جنب أبو قيل الأسميدة الله أكتبه جنب جنب إبراهيم فبيقول لي أشايف المظاهرة مثلا بتاعت مثلا ستمائة سبعمائة واحد ألف واحد نعم أطلع في بعض القنوات زي الجزيرة يقول لي ميتين وخمسين ألف متظاهر أنا بقول لازم يكون في مصداقية بالضبط ما تكونش في أجندة معانية فين المهنية بقى احنا بعتنا كل بياناتنا بما فيها المؤتمر اللي احنا بعتناها لكل المعظم القنوات ما في خبر على الإطلاق لا هو بس بيزيع الخبر اللي يؤيد الفوضى الوجهة النظر اللي ماشي بها هذه المحطة لا ودودة زي مثلا ما سمعنا مثلا أن أي قناعين كانت في الجزيرة وغيرها جابت مثلا أي حاجة مضيئة يعني مثلا عندكم مكتب سكندرية شفناش ليه فيلم تسجيل في الجزيرة عن مكتب سكندرية وهذه العظمة دي إنها من أكبر مكاتب العالم بعد مكتب الكونجريس لكن دائما ما تأتي بين قاتل السوداء إحنا عايزين إنصاف بالضبط عايزين في الإعلام صدق وإنصاف ومراعاة للمصلحة نقد بناء لا هدام تجنب الكذب والغيبة والنميمة اللي فيه فعلا غيبة ونميمة فيه اتجاه معين لنشر سلبيات فقط مش بكلم عن الحكومات بكلم حتى على ما يقع في المجتمع لابد أن يكون فيه إنصاف طيب يعني ذكرك يعني أحد رؤساء مجال استحرير مجال التروزة ليوسف هنقول كده له كمال ده وقال إنك أنت أخطر رجل يعني أنت عارف أخطر رجل في العالم يعني في مصر في مصر وأنا أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عزيزي وإستغفره عما كتب مش عني لوحدي في الحقيقة هو كتب عني وعن إخواني وعن الدعوة وكان مهيجا للغاية وفي الحقيقة بلا شك أن هذا كان ظلما بينا ده كان في الأحداث ولا كان قبلها كان قبلها بعد أحداث الكنيسة وإن الإخوة يعني ما هو أصلا مش عارفين يرموا بلواهم عالمي يعني النظام مش عارفين بلواهم عالمي زي كمال ده وغير وغير والكل يعلم أن الإخوة لا دخل لهم بهذه وتبين بعد ذلك من غالبا يكون له دور في ذلك على أي الأحوال إحنا بنقول أن مثل هذا الأمر كان في الحقيقة ظلم بين والله عز وجل هو الذي ينتصر المظلوم ربنا يجيب دعوة المظلوم ولو كانت من كفر طيب فما بال إذا كان مسلم وما بال إذا كان دعاء إلى الله عز وجل نعم الحمد لله هو كان عملنا صراحة يعني دعاية كبيرة جدا آه أتت بنتيجة عكسية آه فعلا رب رامياتهم بغير رامي سبحان الله رامياتهم بغير رامي طيب عاز أقول في نهاية ثورة شباب 25 نناير 21 سفر 21 سفر كانت ثورة ضد حقوق شرائية يعني أنا حتى كنت فضلت الدكتور جاسي كنت ضد كلمة مطالب التي يقولها سيد عمر سليمان أو يقولها لإعلام الرسمي هي ليست مطالب هي حقوق للشعب نعم ضد تضييح وشرائي مثلما اليهود يقولون على الفلسطيني يقول المطالب الفلسطينية ولا يقول الحقوق الفلسطينية يعني خط بيتي عشان تنزلها شوي وضلعطيني عشان وهي مقصودها كمان فضلتك تولي ياسر يعني ونحن نتعلم منكم ان مطالب يعني ايه ده مطلب ليك فممكن يكون شرائي وممكن يكون غير شرائي صحيح انما لما تقول لي حق دي بقى انت أثبتتو فانا معنيش حل انك انت لازم تخدو اننا نفذولك اه وليس تخدو فاليهود يقولون عن حقوق اخوة الفلسطينيين المطالب المشروعة للفلسطينيين هكذا كانوا يتعاملون مع الثورة في الالام الحكومي ويقولوا المطالب المشروعة المطالب هي حقوق وليست مطالب صحيح صح عايزة اقول هذه المكاسب والحقوق المشروعة التي كان ينادي بها الشباب وينادي بها الشيوخ والنساء والاطفال يعني حتى في اطفال كانوا في معهم حاجات بنشوف حسن الالام قلت لك ارحل مش عارف اين يعني كيف تثمن هذه المكاسب وماذا يعني او كيف توظف لكي تصب في المصب الالهي بلا شك ان هذه المكاسب المحافظة عليها من خلال سلوك الشعب خلال سلوك الامة نعم سلوك الامة بان تتغير هي من داخلها ايضا حتى يولي الله عز وجل عليها من هو اصلح لان دي بامر الله سبحانه وتعالى الله الذي يغير الاحداث كان ممكن تسير في اتجاه تاني خالص في مظاهرات كانت اعنف من كده في بلاد وجهت بطريقة اخرى احداث الميدان استماوي في الصين مثلا انا كان بالنسبة لي ابارة عن حاجة رؤب قدامي الدبابات اكتسحتهم اكتسحتهم ومش بشتل تميت واحد ماته ده كان عشر تلاف واحد تقريبا ماته والناس تحنت طحنا نعم انا كان قدامي سينياريوهات خطيرة زي اقليم سوات ابادة والغرب بيواركها نعم فالحقيقة الله عزر الله الذي قذف في القلوب وبالنسبة لموازين القوى العالمية عشان يحصل التأثير ده عشان تبقى الثورة دي باقل الخسائر لإقامة الصلاوات في الميدان برحمة الله سبحانه وتعالى ودعاء الكثيرين ودعاء فعلا ولعل هذه من اجابة دعوات نعم انا بتذكر كده يعني ربما دعوة مظلوم واحد فضلا عن مئات فضلا عن آلاف المظلومين المكاسب دي تحقيقها بتغيير سلوكنا باننا احنا نتفعش رشوة نتعملش بالربا لا يفعل شبابنا الفواحش لا بناتنا ما تتبركش شبابنا ما يعكسش البنات كل واحد دور على العمل شريف ما يقولش أنا أبيه مخدرات أو أسرق يطلب مكسب شريع من حرام حتى لو جوعنا شوي حتى لو بقى في صعوبة في أنواع المكاسب عايزين حرب ضد المخدرات دي اللي هتفتك بالسباب كمية كبيرة جدا من الشباب يتعرض للمخدرات فترة عصيبة جدا وما زالت في فترة دي وهي انتشار تجارة المخدرات وإدمان المخدرات خلال فترة الغياب الأمني ومش حافين نعمل ايه فيها وللأسف سيطرة عنيفة جدا للمخدرات على الفرد المدمن احنا بالتأكيد عايزين نتغير عايزين نكون في صدق عايزين نكون الموظف اللي بيشتغل يكون تنتهي على قد فلسهم تنتهي المقولة اللي كانت بتقولك على قد فلسهم لانه حسن دوره انه يخدم الناس فضلا عن ان احنا نحافظ على اسلامنا وإيماننا وإحساننا نحافظ على أخلاقنا السوية نحافظ على عبادتنا احنا دي التغيير الحقيقي اللي احنا عايزين وفعلا وده اللي ربنا حزر الله يغير به طب من خلال شاشة صفا وفرصة ان اقتنصها وانت العالم الكبير والدعية الكبيرة لا نزكيك على الله ارجو الله ان كنون طلب العين انتم اشهر مما نتمنى شهرة الدنيا والآخرة استغفل الله طلبين كيف توجهون الشباب والقائمين على هذه الثورة والشعب المصري لكي يكون هناك دستور اسلامي لكي تتجه مصر الى الطريق الالهي الصحيح كيف تصب كل هذه المكاسب الى هذا الاتجاه الاول حقيقة ان الثورة مفيش حد نقائم عليها لو حد عايز يركب عليها دلوقتي يقول انا قائد الثورة الثورة قامت لان قطاعات هائلة من الشعب اجتمعت على مسائل معينة كلهم حصل لهم ده وليست جوعا فقط يعني يعني كان فيها ناس من الطبقة العالية ظلم وجوع وحرية حقوق ادمية في الحقيقة حقوق الانسان اللي ربنا كرمه بلا شك العاجات دي كلها هي اللي جمعت الناس دي كلها وانفجرت مرة واحدة بقدرة الله كما ذكرت نعم وبالتالي فنقول انا بنوجه الجميع الى ان احنا عايزين توبة صديقة الى الله عزيز والله وانا بقول برضو انا بعايز اأكد ان الدستور المصري اوقف العمل بيه الوايس لم يلغى علشان احنا انا عندي خوف وقلق من عادة صياغة الدستور كله مرة واحدة تانية لا الدستور لم يلغى في مواد معينة فعلا كان فيها ظلم وعدوان هي دي محتاجة تغيير منفصلها بطريقة معينة تتعدل المواد دي وتراجع في ضوء المبادئ العليا للدستور التي هي عقيدة الامة التي هي كتابها المنزل هي اعلى من الدستور المبادئ العليا دي ونصت عليها المادة التانية وبالتالي كل المواد ينبغي ان تعاد في ضوء هذه العقيدة والعقد الاجتماعي للامة باسم الديمقراطية اطراحه مادة مادة والناس تشوف اه باسم الشورة وحلنا في الديمقراطية احنا اتفقنا ديمقراطية بدون تشريع لغير الله بدون تشريع لغير الله بدون تشريع لغير الله وهذه المسألة بنقول فعلا انا متأكد ان الشعب لن يختار الا الاسلام باذن الله ان شاء الله طيب انا مش عايز انهي والله حديثي لكن ماذا كنت تريد ان تقوله في هذه الحلقة حول كل الاسئلات سألت وكنت انا قد قصرت في ان اسألك عنه لكن كويس خالص بس انا اختم بالدعاء اللهم احفظ بلادنا اامنة مطمئنة رخاء نسائر بلاد المسلمين نسأل الله عز وجل الله ان يهيئ لنا امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويهدى فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف ويؤنها فيه عن المنكر اسأل الله عز وجل ان يهب لنا رحمة من عنده ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدة اللهم أولي امرنا خيارنا ولا تولي امرنا شرارنا وصي لكل من يتولى الامر ايا من كان خلال الفترة الانتقالية ومن بعدها اقول كونوا ابناء امتنا لا تكونوا ابناء اعدائنا مننا تكون وجهتكم الى مكة قبلتكم الى مكة لا الى اي عاصمة غربية تكون ارادتكم في تحقيق احلام الامة في حياة كريمة في ظل شرع الله لا تحقيق احلامكم الشخصية اقول ان لا تتولوا اعداء الله عز وجل اعداء الاسلام اعداء الامة مثلهم كمثل الشيطان اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بري امك اني اخاف الله رب العمين وهو لا يخاف الله ولكن هكذا طبيعته هكذا طبيعته يلقي بأعوانه الى الجحيم فاستعيد عن العوضة بغير شهداء الكرام انتهت هذه الحلقة وكنا معكم في ضيافة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي الداعية الاسلامي الكبير اشكروه باسمكم جميعا في نهايتها شكرا لك والتشريفك وكنا قد تناولنا فيها بعضا مما قام بالترويد للمساس بالمادة الثانية من الدكتور وطوفنا فيها حول دور السلفيين والدعوة السلفية التي قامت بدور هام في محافظة الاسكندرية على مستوى الجمهورية المصرية في عودة الناس الى ربهم والى دينهم والتذكير بانه حرام الاعتداء على المال العام وغير ذلك مما اوردنا وصفات الحاكم وغير ذلك مما اتى في هذه الحلقة لا اريد ان اكرر في النهاية اشكر حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم اليومية حول مصر المحروصة حول مصر الكنانة وهي مرصد الاحداث شكرا والسلام عليكم ورحمة وبركاته